السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتبعي على قناة زاد المعرفة السليمة حياكم الله العديد من أصحاب القنوات كيحمل الفيديو على القناة دياله وكيتفاجأ بأن الدولار عنده لون أصفر يعني تحقيق الربح على هذا الفيديو هذا كيكون ضئيل جدا ولا أكثر من ذلك يقدر يكون منعدم كيفما كتلاحظوا معايا هنا في الصورة أنه كين واحد الفيديو عنده دولار دياله لون أصفر كيفاش غن تعاملوا معه كيفاش غن بدلوا اللون ديال الدولار من اللون الأصفر لللون الأخضر يعني أن الفيديو غيكون ما كيتحققش عليه الربح غيقول لي فيديو لكن حققوا عليه أربح بعد ما كنمشيوا الستوديو يوتيوب كيمشيوا المحتوى ديالنا كيمشيوا الفيديو ديالنا كنمشيوا يعني للنقطة أو لا للدولار الأصفر لاحظوا معايا العبارة اللي كتبنا مكتوبة على الدولار الأصفر يعرض هذا الفيديو عددا محدودا من الإعلانات أو لا يعرض أي إعلانات على الإطلاق لأنه يتضمن محتوى تم تصنيفه كغير مناسب لمعظم المعلنين ومن هنا سنذهب إلى الفيديو ونذهب إلى إعدادات الفيديو لكي نرى كيف يمكن أن نبدل فيها وتصبح إعدادات ولا يصبح هذا الفيديو هذا ملائم للمعلنين كيف ترى معي بعدما نقلق على القلم ونذهب إلى القيود ونرى الإمكانية لطلب مراجعة هذا الفيديو ولكن هذا الإمكانية دائما ممكن أن تحل بها المشكل أو طرق واحدة آخرى ممكن أن تحل بها المشكل بلما تقدم طلب مراجعات الفيديو وهي اللي سنرى في هذا الفيديو هذا لأنك لا ترى هذا الفيديو هذا يعني لا يوجد الوصف لا يوجد العلامات لا يوجد الطاق والصورة المصغرة فيها واحد العبارة ديال التعزية وبالتالي ممكن تكون هذه الإعدادات غير ملائمة للمعلنين وبالتالي قبل أن نقدم طلب إعادة مراجعة الربح على هذا الفيديو هذا سوف نتأكد من الإعدادات ديال الفيديو ديالنا وش ملائم للمعلنين أول حاجة درناه هي أننا شفنا الفيديو بأنه ما فيش حاجة مخالفة وبالتالي هو الفيديو هو بث مباشر يعني ما فيش الأطفال ما فيش موسيقى ما فيش يعني مشاهد مخلة يعني بالقوانين ديال اليوتيوب وبالتالي من حيث المكون دياله هو كفيديو هو ملائم ولكن العبارة اللي كاينة في السورة المصغرة ربما توثير الشوكوك وبالتالي يعني أول حاجة غنركز عليها وهي أننا غاد نبدلو السورة المصغرة بعدما هيئنا سورة مصغرة نزلنا هنا يعني غننزلو السورة المصغرة وغنقليكيو عليها وغنديرو تغيير السورة المصغرة كنجيبه السورة المصغرة يعني اللي عدنا على البيسي ديالنا كنحطوها يعني كنغيره الصورة اللي كانت عندنا قديمة. ومن الأعلى كنمشي وكنديرو حفظ. وهنا كنتظروا يعني حتى كنت تحمل الصورة المصغرة وكي كل فيديو دينا يعني أصبح بصورة مصغرة جديدة بدون عبارات يعني مثيرة للانتباه. غنمشيوا الإعدادات الأخرى اللي ناقصة وهي يعني الوصف. هنا غنضيف الوصف يعني بعبارات مختصرة يعني غنضيف العنوان زائد جملة أو جملتين لأن دائما البت المباشير ما كان ديرولوش الوصف بزاف لأنه أصلا احنا كنعرفوا بأن يعني محرك البحث لا يعرض الوصف يعني لا يعرض البت المباشير يعني للباحثين بحكم أن يعني طول ديال الوقت دياله وبالتالي سنكتفي يعني بعض الجمال جملتين أو ثلاث جمال وفقط. غادي نكتبو هنا يعني الوصف. بعد ما غننتهوم الوصف يعني غننتقل ونضيفوا الإعدادات الأخرى لنقص الفيديو يعني كقائمة تشغيل هنا غادي نختاروا قائمة تشغيل وغادي نديرو يعني من الأسفل تم. وغا ننتقلو يعني نديرو إعدادات وحدة أخرى اللي ممكن أنها يعني تضيف لنا مسائل وحدة أخرى يعني الفيديو ديالنا. هنا غنضيرو نسخ للعنوان ديال الفيديو باش نديرو به يعني العلامات ولا الكلمات المفتاحية ولا الطاق. وهي كما كتشوفوا هنا معايا يعني نقصنا للعلامات هنا ما دارينهاش. وبالتالي غادي نديروها با رابي تاكس غنمشي الأعلى يعني كما كتشوفو غنضغط على زائد وغنفتح الموقع ديال رابي تاكس اللي عندي هنا في الأعلى وهنا كما كتشوفو يعني غنختار يوتيوب. هنا غادي ندير يعني الرابط ولا العنوان اللي درتلو يعني نسخ هنا غادي نديرلو لسق وغايعطيني للكلمات المفتاحية ولا الطاقس ولا يعني الكلمات اللي كان بحث عليها أنا لمرتبها طاب هاد الفيديو هادا. هنا غا يعني هنقوم بالمراقبة ديالا واي كلمة مفتاحية يعني جاوز الوقت عليها بحل دبها هناك ما كتشوفو لحضاي معايا مرجعت قنوات 2021 يعني مشات. هناك ما كتشوفو يعني نفس الشيء وبالتالي غنخلي إلا العبارات اللي عندها ارتباط بشكل مباشير بالفيديو ديالي اللي كتشوفو هنا معايا حاليا وهنا غادي نمشي الاسفل وكندير كوبي بعد ما كندير كوبي كنرجع يعني الخانة ديالي الخانة اللي غندير فيها يعني العلامات وكندير يعني اللصق وهذه هي الكلمات المفتاحية ديال الفيديو ديالي نقصها بما أنك تشوفو ربعمية ويعني تقريبا واثنان وإثنان وحنا يعني يخصنا نوصلو تلخمسمية يعني ما زال مجال باش نزيد كلمات مفتاحية واحدة أخرى وبتالي غنضيف الاسم ديال القناة ديالي هو زاد المعرفة سليمة وغادي نضيف عليها عبارة ديال يعني عبارة واحدة أخرى اللي ممكن أنها ترفع عليها يعني من 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 سيو ديال الفيديو ديالي وبتالي يبان أكثر على محركة البحث وبتالي غنشوف يعني العبارة ديال تحقيق الربح ولا يعني بعض العبارات اللي اللي ولا تحقيق الدخل اللي كاكو عنده ارتباط بشكل مباشير ولا عنده مفهوم عام مع الفيديوهات ديالي ومن هنا من الأسفل غادي نهبط للأسفل ونزيد نصاوب إلا كانت ناقصة شي حاجة واحدة أخرى إلا ما كانتش ناقصة يعني غنضير حفظ كيف ما كانتشوفوه وبتالي صوت الإعدادات كاملة الفيديو ديالي هنا بعد ما ديرت حفظ يعني كذا نرجع للفيديو وكان مشي الخانة ديال تحقيق الربح كان كليكي عليها وهنا لاحظو معايا بأن العلامة ديال الدولار اللي كانت في البداية باللون الأصفر أصبحت الآن باللون الأخضر وهنا كما كاتشوفو يعني بعد ما كان كليكي هنا كيبلي يعني تفعيل الربح كما لاحظو معايا في البداية يعني كانت عندي علامة صفرة في هذا البلجال هذا أصبحت الآن يعني علامة خضرة في تالي الفيديو ديالي يعني كي أصبح يحقق الربح وكان لاحظو بأن اختفت ذيك الخانة اللي كانت هنا عليا صار ديال القويود على الربح اللي كانت عن الفيديو أختفت وأصبح فيديو عادي يعني هنا كنستنتجو بأن الإشكالية اللي كانت على الفيديو لاحظوا معايا هنا هيا 반نجع يعني المحتوى ديالي وكان تشوف الفيديو اللي كان في البداية يعني علامة ديال الدولار على ما سفرleri أصبحت يعني عالم خضراء كنكليكي يعني هنا على الدولار باش نزيد نتأكد بأنها يعني أصبحت يعني تغيرت وأصبحت خضراء وهنا يعني لاحظوا معايا أصبحت خضراء وهنا يعني كيف ما كتشوفوا ولكن ما استنتجتوا بيعني أن مجموعة دي الفيديوهات كيكون إلا الصورة المصغرة ممكن أنك تبدل الصورة المصغرة إلا كان عندك فيها الشكل ولا يعني أنك تبدل يعني بعض الإعدادات دي الفيديو أنها هي كافية أنها باش تبدل لك لون دي الفيديوهات بدون تقديم طلب المراجعة ولكن مجموعة دي الفيديوهات الأخرى ما كفيش هالشي هذا يعني خاصة تقدم طلب المراجعة وهي اللي غادي نشوفه يعني فيديو قادم يعني كان بعض الفيديوهات ولو أننا بدلنا ذيك الحوايج اللي عليهم ما تبدلناش الدولار وبالتالي في الفيديو القادم غادي يكون عندنا كيفاش ممكن أنك تقدم طلب المراجعة ديال الربح على الفيديو وكيفاش غا نبدلو يعني الدولار الأصفر للأخضر وفي هذه الحالة هذه يعني كنقدم طلب ديال المراجعة وكننتظر إلى حدود سبعة أيام يعني كأقصى تقدير وبالتالي كجينا رسالة على الجيميل اللي ينا كيعطيونا فيها يعني إما القبول وإما الرفض يعني إما الإبقاء على اللون الأصفر وإما تغير الدولار إلى اللون الأخضر وبالتالي هي اللي غادي نشوفه كما قلت لكم يعني في الفيديو القادم إن شاء الله إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا المحتوى ديالنا وعجبكم المحتوى ديالزاة المعرفة السليمة ومازال ما مسجليش معنا في القناة سجلوا معنا في القناة خليونا تعليقات ديالكم خليونا اللايكات ديالكم شاركوا الفيديوات ديالكم معنا على الجروب ديالنا في الفيسبوك ديالزاة المعرفة السليمة شكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله شكرا لكم